ربتي في الله فبأي آلاء ربكما تكذبان تكررت 31 مرة في سورة الرحمن الملحدون شككوا في هذا التكرار ونحن نقول هذا التكرار فيه معجزة سورة الرحمن فيها أربعة نصوص النص الأول يتحدث عن جنة الأرض والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام إلى آخره ضمن هذا النص وردت فبأي آلاء ربكما تكذبان ثماني مرات بعدد أبواب الجنة إذن الآيات التي تحدثت عن جنة الأرض وضع الله فبأي آلاء ربكما تكذبان كم مرة ثماني مرات بعدد أبواب الجنة ثم يأتي النص الثاني يتحدث عن النار سبحان الله هذا النص وضع الله فيه فبأي آلاء ربكما تكذبان سبع مرات بعدد أبواب النار سبحان الله النصين أخيرين النص الأول يتحدث عن جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان نجد أن فبأي آلاء ربكما تكذبان عبر هذا النص ذكرت ثماني مرات بعدد أبواب الجنة النص الأخير تحدث عن أيضا جنتان قال تعالى ومن دونهما جنتان هذا النص الأخير الذي يتحدث عن الجنة تكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان أي ثماني مرات بعدد أبواب الجنة يعني أصبح لدينا ثمانية سبعة ثمانية ثمانية والنصين الأخيرين ثمانية ثمانية لأن النص يتحدث عن جنتان فتكررت فبأي آلاء ربكما تكذبان ثمانية بثمانية سبحان الله طيب مجموع هذه الآيات كم ثمانية زائد سبعة خمسة عشر زائد ثمانية ثلاثة وعشرون زائد ثمانية وثلاثون وهو التكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن بالله عليكم من من البشر يستطيع أن يرتب هذا الترتيب والله إنه الله تعالى الذي قال في كتابه الكريم ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر